اشتركوا في القناة وتنتهي في الثالث من نفس الشهر لعام 2023 ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 6% اقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1320 نقاط بارتفاع بنسبة 16 من 100% وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار كما وتركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية ابدت شركة سيكو رغبتها المبدئية في الاستحواذ على حصة الاغلبية في شركة مسقط المالية فيما وافق مجلس ادارة بنك مسقط على دراسة الصفقة المقترحة وتبلغ القيمة الدفترية لبنك مسقط نحو 80 مليون ريال سعودي وكمقابل للصفقة المقترحة سيحصل بنك مسقط على حصة في رأس مال سيكو والمسجل حاليا كأسهم خزينة اظهرت بيانات من معهد الاحصاءات التركي قفزة بنسبة 182% على اساس سنوي في عدز التجارة الخارجية لتركيا في شهر مارس ليصل الى 5 مليارات و390 مليون دولار واظهر رقم اخر من المعهد تراجع ايرادات السياحة في البلاد بنسبة بلغت 11.14% في الربع الاول من العام الحالي اعلنت الخطوط الجوية الفرنسية اعادة فتح الحجوزات على الرحلات الجوية الى الجزائر اعتبارا من بداية شهر يونيو في المقابل لم تعلن الشركة رسميا عن موعد محدد لاستئناف الرحلات العادية الى الجزائر على الرغم من انها اصدرت اعلانا يوم الاثنين اكدت فيه بالفعل استئناف الحركة الجوية الى تونس والمغرب بعد توقف اضطراري من جراء ازمة جائحة فيروس كورونا المستجد اشتركوا في القناة